الحال لحنا ما نطول المحور هذا المقدمين والله انكم ضيعتوا وقتنا ضيعتوا طموحاتنا ضيعتوا شغف النجاح ضيعتوا النسخة ضيعت المتسابقين والمتسابقين انا بشتركوا انهم ضاعوا الا الى الاربعة هذول ان شاء الله انهم ضاعوا عجبني والله السيناريو حقهم البالحة الاربعة ابطالة هذه القرية اصروا ان بعد الكشتة انه واحد منهم يكمل نص دينة واحد منهم قرر ان يتزوج بما يخص الزواج وهذا المحور الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معناها حديثة ايها الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج يعني الزواج ترى نص الدين بالعكس الزواج من صغير ترى فائدة لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا وتناكحوا وانهموا باهموا يكونوا يوم القيامة ترى الزواج شي جميل انك تستقر وتسكن وترتاح وتحصل نفسك وش اجمل من هذه الرسالة اللي قدمها المتسابقين وش تقول هل الزواج شي مهم في هذا الزمان او في هذا الوقت صحيح طبيعي الزواج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم باعتها فليتزوج وهي سنة الحياة لإعمار الأرض طبعا رسالة شباب امس غير الزواج كان هما من البداية سووا جزعين صحيح هو كان الفكرة عن الشخص الطماء صحيح طبعا هني اولا صاحب الفكرة اللي هو النجم محمد المسرد يا سلام هو صاحب الفكرة وصاحب السيناريو الفكرة بشكل عام وايضا الشباب اللي ابدعوا في اداء الادوار كلهم بلا استثناء وقد جمعتهم انس الميموني اللي انا اسميه الممثل رقم واحد في النسخة اجل هم ممثل نسخة هو انس يعني انا من البداية انس يعني من بدايات اول يوم في اختيار متسابقين في لجنة التحكيم كنت اقول هذا ممثل مطبيعي كان انسان مطبيعي في امكانياته التمثيلية واتوقع الى الان وهي دعوة اوجهها للجميع واتمنى قناة الواقع يتبنون انس لان انس بعد النسخة اتوقع ستتهافت عليه شركات الانتاج شكل كبير الله الله اتوقع له نجومية رائعة جدا يمكن من سوء حظ انس انه اعمال رمضان الان بدأت صحيح وعلى ما يخلص يكون خلاص خلصوا ولا اتوقع ان لو كان البرنامج قبل شهرين كان انس بيكون احد نجوم رمضان القادم انس عظيم جدا طبعا نرجع للفكرة محمد المسر ادي كان يبغى يوصل فكرة انه تسهيل في الزواج عدم المبالغة فهو مثل شخصية الشخص الطماع اللي طمعان في افوال انس وكذا حتى لين يوم الزواج كان يقولها متى بتجيب لي الجيب يعني كهدية او شيء زي كذا فالرسالة كانت انه دعوة للجميع هي كان مشهد بسيط جدا هي دعوة للاولياء الامور انكم سهلوا زواج ابنائكم والرسول صلى الله عليه وسلم قال معتاكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه يعني الطمع دائما زي ما يقولون يسبب مشاكل طيب جميل الاطراء والحديث حول هذا الحدث اذا فيه مقطع او تقرير للجزء الاول للشباب يا مشعل يا ليت عاطرنا الجزء الاول خلنا نشوف حنوية الجمهور بعد نرجع جزء اثنى ابو تركي وفاز بالعدل والحق وفقه ربي وانصره لان خل الحكم كالنا ضلعين الحجاز والسقر لمن والشعب كله يشكره سلام وتحية واعتزمات بين المبخرة من قبل وقت البطاقات ومن قدر المخار ما نعذر للروح لاجلك حالك فلاج انا سعودي وافتخر انا سعودي وافتخر انا سعودي وافتخر وش رايك في الجزء الاول يا ابو عنزي والله الشباب ابدعوا جدا يعني اللي صار البارح ليس مجرد يعني مسرحية او تمثلية اللي صار البارح رسالة يعني عظيمة قدموها الشباب للمجتمع بشكل عام يعني عفوا في اكثر من رسالة ليست رسالة واحدة اول شي يعني الحث على الزواج الشي الثاني كان يعني في عدم المبالغة في المهور وفي تكاليف الزواج وتسهيل الزواج يعني قد ما تقدر لان الهدف انك يعني تقوم زواجك والله يتمم لك على خير الشي الثالث يعني كان في بعض الناس وبعض فعات المجتمع يعني هدفهم الاول والاخير المال بس صحيح اللي يزوج بنته علشان مال ولا طمع في مال حتى وان لم تكن يعني البنت راضية انا لا توقع ان الشي هذا يعني باقي موجود لكن وان كان موجود لابد ان يحارب يعني وهذا اللي صار البارح نوع من محاربة هذا الشيء السلبي يعني الشباب ما قصروا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ادوا المسرحية بكامل تفاصيلها كل جزء من المسرحية كان يأدي رسالة انيقول الله يعطيهم العافية جميعا محمد ما شاء الله يعني ابدع في يعني في طرح الفكرة وفي تفاصيلها الشباب كلهم جميع يعني ادوها اداء كامل وما شاء الله بدون اي خلل وبدون اي يعني عائق الله يأتيم العافية جميعا وما قصروا يستهلون الشباب فضل احنا بداية البرنامج بداية الحلقة قلنا نبغى احد المتسابقين في الكوفيش الروم طب عليه الناعز المتسابقين وينهم نايمين ولا موجودين طيب عادل عادل اذا انت بغى احد المتسابقين اسألنا سؤال بس يعني ما حد ظهر لا لا اذا انت تحتاجوا احد المتسابقين يا شباب واحد من متسابقين ولا عليكم مؤمر في الكوفيش الروم الاستاذ احمد ملا يحتاجه اخواني المتسابقين ابطال هذه القرية الاربع اهل اللي متواجدين واحد منكم يكون في كوفيش الروم يحتاجها لا مو انا اللي احتاجها امتى اللي تحتاجها امتى ليش ناديت في البداية طيب ساحب طيب وظهر عز انا احتاجها يا اخواني خلاص احمد اقول لما اتحتاجها انا احتاجها على كل حال الجزء الاول كانت رسالتها واضحة لكن الجزء الثاني خلونا نشوف احنا اياكم حتى نصل للب هذه الرسالة اعطى الجزء الثاني يمشى ارلالك نقول يا ولدي سام ماكت اي بصاصر في لا لا انا اراجع اعوذي بالله من الشيطاء اسا خير اسا خير طابة النفس والنفس عافت يشاء الله يعوضني ويعوضها ان شاء الله اخواني ارلالك اعين الخير طابة النفس منها عرس كله لا 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 معها طابة النفس غير الكلام غير الكلام يا عمي عمي انت خطيت اه 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 انت خطيت انك ببتيت المال علي يا عمي اخي ابحل لك اخ ايه والله هذا اللي خلاك توصل للمرحلة هذه سؤال الله مصر و سلم حث على الزواج ما استعب من كتباتها فليتزوج قارة سلم او كاك شاب في مقتب العمر في بداية عمره مقتدر على امور إشارة مقتدرة امور مقنوعة يعني مهر اتوقع ان الرسالة اوصلت او اكملت رسالة فوق رسالتهم مني انا يا صالح مكسر الى او رياء الامور او الى كل واحد عنده ولد او ابنية ام من اللي عنده ابنية فتنتين اللي بيجيكم رائي دين و رائي صلاة و مستور حال سوجوه شر الله عليكم استروا ابنيتكم وترى هراع الفضل و انت يا والدي و انت يا ميمتي يلي عندكم ولد بلغ وتشوفونه عاقل راشد سوي توظف استروه دورونا بنت الحلال اللي تعينه على الدنيا ما تعين الدنيا عليه الدنيا سهلة احد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه ثلاثا على الله حق عانتهم شاب من اراد العفاف يا اخواني ترى الامر سهل خلوا الدنيا و مال الدنيا و وهام الدنيا و احلام الدنيا خلوا هم يجمعونهم سوا خلوا الزوج و زوجته يكونون الامر هذا مع بعض لا 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 تحملون همهم اجمعوهم بالحلال و تركوهم الدنيا كفيلة انهم تساعدهم يصرون لاحلامهم سوا من اللي في الكفة شروا عاطونا محمد المسر